أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة وفي كلمتها على هامش افتتاح مركز التحكم الرئيسي للشبكة والقمر الصناعية طيبة واحد قال سيد الرئيس إن تأمين البيانات عملية معقدة مؤشيرا إلى أن حجم هذا التأمين تصل نسبته بعد إنشاء هذه الشبكة إلى 100% لما بنتكلم على تأمين بيانات وتأمين اتصال نحن بنتكلم هنا على حاجات فنية يعني مش عارف أقول دكتور مصافي بقول لي معقدة أنا عايز أقوله هي مش بس معقدة بس هي حجم التأمين اللي فيها قد يصل لنسبة عالية جدا مش عايز أقول 100% عشان ما بقاش بكلم ولا يا بكر تمام يا فندي يعني الكلام اللي معمول فيه كلام مش حتل خالص تمام في الموضوع دوت لكن هو الهدف منه إن إحنا الاتصالات والبيانات المتدولة على هذه المنظومة تبقى يعني يصعب إن ما كانش يستحيل التدخل فيها أو إعاقتها